قال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب يورياضة ان الشباب المصرية يسعى لتحقيق الميداليات من اجل مصر وليس لتحقيق المكاسب المادية فقط جاء ذلك خلال جلسة استماعا بمجلس النواب لمناقشة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تجنيس اللاعبين المصريين بجنسيات دول اجنبية اخرى احنا شبابنا كواس جدا وبيموت نفسه عشان بلده بيموت نفسه عشان بلده الحاجة وبيبقى فرحان جدا وصدقوني يعني وبيشوفنا الدموع في عين المسئولين والرياضيين والمدربين وكده مش عشان هياخد الف جنيه ولا الفين جنيه وتالتالف جنيه لانه شايف عالم مصر بيرتفع والسلام الجمهوري بيعزى وانا شفت بعيني شبابنا هو بياخد الماديليات الولمبية في ريوت جانيرو وشفتهم في كاس العالم وشفتهم لما وصلوا كاس العالم وهم مليونيرات يعني في بعض لعيبة كرة القدم ما شاء الله عليهم مليونيرات ومع ذلك لما وصلوا كاس العالم قدي ايه كانوا مش مسدين وقدي كانوا بيعيطف قط اللبس وقدي كذا رغم انهم وصلوا بكاس العالم مش هيفري معهم ماديا انهم هم قدي ايه فرحانين فمش عاوزين نقول ان دي ظاهرة لكن عايزين نقول ازاي ان نضع لها حلول في بعض الحالات